دلوقتي مشاهدين معد مجز الأهم الأخبار مع فاطيمة شكرا شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القهرة الخامسة بتوقيت جبينيش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم توجه الرئيس عبدالفتاح سي سي بي خالص التهاني والتمنيات الأخوية لخدم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودية متمنيا للشعب السعودي الشخيق كل الخير والتقدم والرخاء وعبر صفحته على فيسبوك أكد الرئيس عبدالفتاح سي 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 أن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين وقوة وصلابة العلاقات بين البلدين مشددا على التطلع المستمر إلى تقويتها وترسيخها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون تصالح في مخالفات البناء وخلال ترأسه مجلس المحافظين أشار مدبولي إلى وغود تنسيق مع مجلس النواب بهدف التوافق على المواد المطروحة بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منهم وطنون وخلال الاجتماع كلف مدبولي مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المدريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة وأكد مدبولي أهمية المعارض التي تم افتتحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس التقى وزير الخارجية سامح شكري وسكرتير عام الأمم المتحدة أنتوني كثيرش على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين لجماعات العامة للأمم المتحدة بنيو يورك وذكرت وزارة الخارجية أن جوتيرش أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في مختلف المحافظ الدولية متعددة الأطراف وفي مقدمتها الأمم المتحدة وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الهم المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط وتطورات في منطقة الساحل الأفريقية حيث استعرض شكر تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط أعلنت لجنة الأزمة والطور بالحكومة الليبية ارتفع حصيلة ضحايا أعصار دانيال في درنة إلى 3845 شخصا وأفقا للجنة فقد تم انتشال ودفن جثمين 43 شخصا جديدا إضافة إلى جثمين 202 في اليوم السابق وأشرت اللجنة إلى أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الوفيات الموثقة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية لافتة إلى أن العمل جار على متبقة هذه البيانات مع قوائم المفقودين وحصر كامل نضحاء الكارثة ما يجعل الرقم قابلا للزيادة منح الرئيس الأوكروني بلودمير زلنسكي جائزتين رسميتين لاثنين من المتطوعين البولنديين خلال توقف في بلدهم لكنه لم يتلقى أو يلتقي بأي مسؤول لتوتر العلاقات بين كياب وورسو بسبب وردات الحبوب وسلم زلنسكي الجائزتين إلى بيانكا زالفيسكا وهي صحفية ساعدت في نقل الأطفال الجرحة إلى مستشفيات بولندية ودميان دودا الذي جمع فريقا طبيا لمساعدة الجنود الجرحة بالقرب من خط المواجهة وكانت بولند قد قرارت الأسبوع الماضي تمديد الحظر على وردات الحبوب الأوكرانية مما أثر على علاقة كياب مع جارتها التي كانت واحدة من أقوى حلفائها منذ بدء الأزمة أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف أن أحدث مقترحات الأمم المتحدة لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود لن تجدي نفعا باعتبارها لا تفي بالوعود التي تلقتها بلاده وصف وزير الخارجية الروسية خطة السلام الأوكرانية المكاونة من عشر نقاط بغير العملية على الإطلاق مشددا على أن حل الصراع سيكون في ساحة المعركة إذا تمسكت أوكرانيا والغرب بها أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن قلق بلاده حيال السكان من العرقية الأرمينية في ناجورنو كارباخ وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن بلينكين أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان أن واشنطن تدعو أذريبيجان إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزامتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان كارباخ وضمان امتثال قوتها للقانون الإنساني الدولي انتهى موجز الأخبار من التلفزيون المصري وعودة لاستكمال فقرات برنامج سباح الخير مصر لكن بعد قليل